طيب انت كنت بتتكلم معنا عن غرفة العمليات وقلتنا ان فيه تحديث حاصل فيها صحيح اتكلم معنا قولي ايه الجديد في غرفة العمليات تجدد داخل الوزارة الامن العام ازاي بيتعامل مع العديد من البلاغات او الاخباريات اللي بتجيله من المباحث احنا شفنا في اكبر ممكن يكون ازمة قريبة مرت بيها هي ازمة السيول اللي حصلت في اسوان من فترة قريبة والسيد الرئيس عفتاح السيسي وجه باغاسة ووجه بادخال حياة كريمة في محافظة اسوان وغرب اسوان تحديدا في هذا الوقت كان لوعم حمود توفي وزير الداخلية بيتابع عمليات شفط الامطار وعمليات السيولة المرورية وعمليات الاغاسة من هذه السيول من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة الداخلية او غرفة عمليات قطاع الامن وزارة الداخلية او غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية مرتبطة حاليا بجميع ادارات النجد على مستوى الجمهورية بجميع إدارات الحماية المدنية والمرور ومزودة بأجهزة ربط لسلكي أجهزة منظومة تقنية كاميرات حديثة جدا وقوية جدا ومتطورة جدا من أجل نقل ما يحدث على أرض الواقع إلى غرفة عمليات بيتبحها وبيشوفها قيادات وزارة الداخلية بجزء من كاميرات المرائبة اللي بنشوفها في الشوارع اللي ابتدت تنتشر في الفترة صحيح وكاميرات وزارة الداخلية كمان مختلفة عن كاميرات المواطنين أو المحلات أو غير تبقى محطوطة في الطروب نشوفها كثير وده بيضرورة أمنية الحقيقة أو منعت كثير من الجرائم أو ساهمت في سرع الضبط المتهمين في هذه الجرائم أو بارتكاب الجرائم يعني احنا عندنا لما تلاقي الأمن نزل بنسبة 13.5% في مصر باختلاف طبعا احنا بنشوف حاليا الجريمة بترتكب بشكل مباشر يعني أنه مثلا ممكن تلاقي حريق وواحد فتح بس مباشر شغال على الحريق أو واحد بزي جريمة الإسماعيلية وشغال البس مباشر فتشوف الجريمة بشكل مباشر على الهواء زمان ما كنتش تشوف ده لكن واقع الأرقام بتقول الضبطيات بتقول أن الجريمة قلت في مصر بنسبة 13.5% ده مردود لعملية التطور اللي حصلت في بيت الأمني ترتيب وتكامل الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في وسائل ردع وضبط المتهمين ومكافحة ومضاردة الجريمة وملاحقة مرتكبيها والمتسببين فيها غرفة العمليات في وزارة الداخلية خيادات وزارة الداخلية لما تشوف موقف طارق وعايزة توجه القوات كأنه موجود في أرض الواقع كأنه موجود في أرض الحدث بيوجه قواته في التعامل إزاي تخد بالك من المنطقة دي عمل كذا تصرف كذا فهنا أنت بتشوف بتتابع الأداء عامل إزاي من خلال غرفة العمليات الحديثة اللي بقول لحديك عليها بتوجه والضباط يتعاملوا إزاي بتشوف الخلل فين والتكامل فين ايه تعظم التكامل وتعالج الخلل هنا هذه الغرفة أو غرفة عمليات وزارة الداخلية اللي تم ربطها من خلال الأماكن أو من خلال قطاعات المختلفة بوزارة الداخلية بأجهزة ربط حديثة IDR وأجهزة AVBA دي حاجات وسكوت ID ده فيه مصطلحات كتير أوي ده حاجات عايز أقول لحضرتك أنها مزودة بأحدث أرجوك لك جمل لنا بأحدث أنواع العاملين في البيت الأمني أو في المجال الأمني تحديدا عارفيني الكلام ده كويس أن الحاجات دي مكلفة وباهزة التكاليف وتم خلال الفترة الأخيرة بصراحة إدخال التكنولوجيا بشكل عام في منظومة الأمن في مصر وبقت بتواكب وتساير أو تجابه الجريمة لأنه طبعا المجرم دايما بيستحدث من وسائل ارتكاب الجريمة وبيستفيد من التكنولوجيا وشفنا إزاي عناصر الرهبية استفادت من التكنولوجيا في فترات سابقة وحاولت إدخالها عن طريق التجنيد عن طريق الاستقلاب عن طريق التشويش والشائعات ونشر الزعزع والاستقرار وما إلى ذلك فشفنا في المقابل لازم يسير ده أو مش لازم يسير ده لازم يسبق ده مواكبة أمنية مسيرة أمنية وقفة أمنية تكنولوجية تقنية تمنع وتحول دون استفادة المجرمين من التكنولوجيا الحديثة واستخدامها بشكل سلبي من أجل وقف أو من أجل خفض نسبة الجريمة وده اللي تحقق بصراحة بنسبة كبيرة جدا بفضل تأهيل الكوادر الأمنية تأهيلها بشكل علمي بشكل تأهيلي وتدريبي وتقني وكمان ادخال التكنولوجيا والاستفادة منها في ملاحقة الجريمة ومضاردتها وملعها